استفتاء الرأي يفضح الفساد الفيفا والحارس بونو يكتسح نتائج بفرع كبير على حارس الارجنطين اكتسح الحارس المغربي ياسين بونو نتائج الاستفتاء تلقوا الاتحاد الدول للكرة القدم في الصفحة الشخصية له في تويتر لكي يختاروا أفضل حارس في المنذيال قطار 2022 وظهرت نتائج الاستفتاء سيطرة مطلقة للحارس المغربي ياسين بونو الذي حصل على معدال 90.7% وتقدم فرح كبير على الحارس الارجنطيني ايمانويل مارتينيز الذي حصل على نسبة 5.1% من بعد يأتي دومينيك لووكوفيتش حارس المنتخب الكواتي الذي حصل على معدال 3.4% من بعد يأتي الحارس هوغو لوريس حارس المنتخب الفرنسي في المركز الرابع معدال 0.8% لكن عكس هذه التوقعات كلها القرار الفيفا منح جائزة القفاز الذهابي المارتينيز الحارس المنتخب الارجنطيني الذي يعتبره كان لديه ضر كبير في فوز المنتخب الارجنطيني في موندية القطعة بعد أن نجح في تصديد ركالات الجزاء للمنتخب الفرنسي وشبهتشيكواري الذي كان بسببهم سيخسر المنتخب الارجنطيني من بينهم سرية كولوموني التي جاءت في اللحظات الأخيرة من الشوط الإضافي الثاني موسيقى 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 موسيقى